للأسف رجع لبنان أو الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة أو ساعة مواجهة تستخدم لإيصار رسائل يعني فيه أمور ما أحشين سكت عنا يعني دجاء لبنان دفع من اتفاق القاهرة للأمس القريب تمن باهز لما سمينين نحنا بالعلوم السياسية حروب الآخرين على أرضنا يعني نحنا كنا فترة من فترات جزء مننا إنما اليوم نرجع نسمح أنه نزيد نحنا يعني دجاء عنا مشكلة السلاح حزب الله بدنا نحنا كمان نرجع نزيد عليه مشكلة السلاح تاني هو السلاح الفلسطيني تحت حجاج أو تحت شعارات من نريك بلا كل جو المنطقة منه جو مواجهة أضف إلى ذلك مثل ما تفضلت وقلت اليوم فيه اتفاق ترسيم الحدود اتفاق ترسيم الحدود هو اتفاق ملزم هو اتفاق برد الجبهة في البحر كنا نحنا عطول نسأل أنه هل من الممكن هل من المعقول أنه تبرد الجبهة في البحر وتبقى الجبهة المشتعلة في البر يكون أنت بحال التناقف ما بيصير اليوم مفروض من الدولة أن تضرب بيد من حديد وخاصة الموضوع كما بينا هو موضوع فلسطيني بغض النظر من المحرك اليوم من غير المنطق يكون عندك أنت تنقيب عن سروات عن موارد بحرية بالشرق المتوسط وبنفس الوقت أن يبقى الشرق المتوسط منطقي توتر بهالشكل هيدا موضوع رئاسي اليوم إذا بدنا نحلل بمعزن عن كل المعلومات المتوفرة اليوم بظل هذا التوافق الأقليبي الواسع اليوم عندك أربع قوة أقليمية عم ترجع تحكي مع بعضها وعم تزبط علاقتها بشكل سريع لابد أن يعكس بالإجاب على الداخل اللبناني الآن بسحر سحر جملة سعر صرف الدولار يعني بسحر سحر هذا شي جيد إنما الموضوع هذا بعضه مبني على إكليم الإنساب نحن بدنا بالعكس بدنا ننتخي برئيس بدنا من بعد طورا نتبق الإصلاحات الفعلية الاقتصادية حتى نوقف هذا النزيف مين بيضمن اليوم إذا اليوم صار فيه كونتر أتاك أوكرانية على روسيا ونجحت هل الروسي لحيقبل أنه يخسر؟ رح يسكت لها أبدا ولا الأوكرانية أو حلف الناتو كمان لحيقبل أنه يخسر وزدنا لكم طبقة جديدة من المشاكل الموضوع تايوان فإذا اليوم نحن كلما تأخرنا ممكن يستجد أحداث عالمية تكون من تكون صالحنا أنا اليوم مع محاسبة كل من استلم الملف الاقتصادي من 2019 لليوم لأنه أنا برأيي هاي الأغلاطي ارتكبت من 17-20 لليوم توازي كل الأخطاء يلي ارتكبت من 90 إلى 17-20 أنا يلي فيه يقول لكي أنه هذا الاستقرار بسعر صرف الناقد هو استقرار غير سابط هيدا هيدا وهمي مصطنع وبدليل أنه مفاعل ممكن تنتابع أي لحظة موضوع الكهرباء وموضوع كل الاقتصاد إذا ما فوتنا فيه الكتاع الخاص معنات أنت ما لح يكون عندك فعلا إصلاح وهوني السؤال لش تأخير يعني أنت اليوم القانون الشراكي مع الكتاع الخاص موجود مجلس لوين طيب ليه أنا بدي بلش بس بالترمينال تو بالمطار ليش ببلش كمي بالكهرباء